وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس أشيوخ على أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية الودية طيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمية والشعبية جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وكيل أول برلمان أذربيجان والوفدة المرافق له من جهته أعرب علييف عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا مشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وأذربيجان هذا وتطرق اللقاء إلى أهمية توطيد علاقات التعاون البرلماني وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة